إذا منتبعنا الكرام الزنديق الخائن المدعو هشام جيراندو باع حماره وخرج لها طاي طاي وفضح نفسه وكشف الوجه الحقيقي دياله كما تشاهدون الآن أمامكم على يسار الشاشة هذا هو المدعو هشام جيراندو خرج بالطاي طاي بالعلالي في إداعة رسمية جزائرية يتطاول على جلالة ملك محمد السادس وعلى المقدسات المغربية هذا الشخص منتبعنا الكرام سبق لي تكلمت عليه في أحد المرات هنا في القناة وكشفته كذلك أنا ذاك بعض المعلومات المتعلقة حول الفضائح دياله في كندا ولعل أبرز من فضح الوجه الحقيقي دياله كان الدكتور مانار أسليمي هو الذي تكلم عنه بشكل مفصل وكشف الحقيقة دياله بزاف ديالناس كانوا مخضوعين في هاد جيراندو أنا غدا نسميه جيرانا يعني دفضع بزاف ديالناس كانوا مخضوعين فيه وفي ذلك الوجه الذي كان يتقمسه قال لك سيدي أنه كيف ضح ملفات الفساد وما إلى ذلك وكيف ضح الوجه والمخابرات المغربية قال لك سيدي تهددوه وتطاردوه وقالس عايش في الخيال وعايش في خزع بالات وأكاديب وقالس كزور فيه وطائق وما إلى ذلك بزاف ديالناس كانوا مخضوعين فيه كي يسحب اليوم هدراه مناضل وكتكلم عن الفساد وقضايا فساد وما إلى ذلك من هذا الأمور وش عباد الله عمركم شفتوا شي حد كيتكلم كتداعي لأنه مناضل وكيتكلم على قضايا فساد كيمشي عند أفسد دولة موجودة على كوكب الأرض اللي هي حضارة الجزائر عمركم شفتوا شي واحد يقول على رأسه مناضل ويفضح قضايا الفساد وكيمشي عند أخبت وأحقر وأقضر وسائل إعلام موجودة فوق الأرض اللي هي وسائل إعلام الجزائرية واللي هي القنوات الرسمية الجزائرية ما حدث لهذا الزنبيق وهو أن الدكتور مانار سليمي والعديد من الأخوة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فضحوه عرّوا الحقيقة دياله عرّوا الحقيقة دياله فما كان له سوى أن يستنجد بمشغليه بالليك اعطواه الفلوس باش يزوار باش يفبرك باش يداعي باش يقول عندي معلومات وعندي ملفات وعندي كده استنجد بنظام حضارات الجزائر وإذا أخرج لها تاي تاي انتوما كتشوفوا هذه في الإداعة الرسمية الجزائرية هذه في الإداعة الرسمية الجزائرية خارج بالعلالي تطاول على جلال المالك وتطاول على المغربة وتطاول على المقدسة الأمة المغربية وتطاول على جلال المغربة وتطاول على جلال المغربة وفضح رأسه في هذه المطاة فضح رأسه لأنه لم يكن قادر يتقمس هذا الدور لأنه مناظل ومعرف ما وصاف إذا أبقى حماره خرج ليها تاي 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 خرج ليها بالمكشوف بالواضح وهذه المسألة لا ركنا نقولها أنا لاحظت الأخوة في التعليقات وقالوا لأن هذا غير تكشف ملفات الفاساد ومعرف ما تكشف ملفات الفاساد ونسا غارق حتى النخاء مع أفسد دولة موجودة فوق الأرض بالله عليكم وليس هذا الذي يمشي القنوات الجزائرية أحقى القنوات موجودة على الأرض وليس هذا قنص ميوى مناظل مع العلم أن هذا شام جيراندو أراه إذا تكلمنا على بعض الأمور أنا كنحشم الله لا أعلم إليك كنحشم هذو غارقين في الفساد وحتى النخاء فساد أخلاقي فساد أخلاقي وماذا نتكلم على هذا الشيء؟ احتراما للمتابعين الميولات الجنسية وما إلى ذلك وما إلى ذلك وما إلى ذلك عديدة هي الملفات عديدة هي الملفات والله لا أعلم أحد للمرة درت عليه واحد الفيديو أجمعش الضوصي دياله كامل بقوة مع أن هذا الضوصي دياله خنز 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 بالمعنى الحافرية قص poorer من بإله اليوتيوب ماروا يدوزوا الفيديو والله ماروا يدوزوا الفيديو درست خنز اليوتيوب ماروا يدوزوا الفيديو فقلت بالنقص وما ادفعوا يدوزوا الفيديو بالنقص وملاك دكتور مانا أسلي من العطاء السحراء قام بالواجب وإرى الواقع ديه وخلا يستنجد علنية بالإعلام الجزائري وبالإداءة الرسمية الجزائرية وكشف عن وجهه الحقيقي وهذا هو الشأن بخصوص العادية صراحة كثير هم من يسترزقون مع النظام الجزائري يصبوا في بلادهم بشي يأخذوا الفلوس من الجزائر ولكد حكمي هنا وهو أن النظام الجزائري دائما يلقى فقط خبثاء القوم أحقر الناس الناس لهما فاسدون أخلاقيا الناس لهما فاسدون على كل المستويات لا مكارم الأخلاق ولا مستوى ولا مستوى تعليمي ولا كذا ولا كذا ولا كذا هدوه لك التقطهم من نظام الجزائري أحقر القوم يلتقطهم من نظام الجزائري وكذلك يدبر عليهم طبيعية الحال بشي يسببوا المغرب ويجيبهم في القنوات ديالو ويدووزهم وكذا 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 ومجموعة من الأمم لكن وصحب اليوم بأن هذه الأمم ستأتصر فينا شيء هل يعتقدون بأن مثل هذا القوم مثل هذا الزنديق هشام جيراندو كانت مزاف حاله وصحب اليوم ستأتصروا في المغرب شيء هم يريدون أن يدبروا إلى رأسهم مع نظام حضرية الجزائري يأخذوا الفلوس ويقولوا الذي يريدون أن يفبروه ويصحب اليوم بالكذوب والتصوير ستحققوا من ورائه شيء ضد المغرب ما العلم أن النظام الجزائري ككل هو مزور ومفبرد ومصطنع كذلك من طرف السامن الفرنسي ولكن زيان الحقيقة لهم تبان لأنهم كانوا مخدوعين بهذا الشخص كانوا مخدوعين ها هو الآن بان على وجهه الحقيقي يخرج في إدعاء رسمية جزائرية وتستطاول على الملك الجالة ملك محمد السادس وتستطاول على المقدسات دي المغرب ويتناول الأسطوانة دي النظام الجزائري في سبيوشة من المغرب شيء ما هو أكثر من هذه ما كانش أخرج بوجهه الحقيقي وبان واضح عالنية في القناة والإدعاء الرسمية الجزائرية لأنهم يتطاولون على المغرب والمالك والمقدسات دي الأمة المغربية ولكن حياتهم تبقى كلها تظوير تبقى كلها كذوب تبقى كلها خرافات وأساطير في نهاية الموضوع أو في الأساس مصطنعة من طرف نظام حضرات الجزائر التي لا يعرف أصلاً حتى كيف يكذب دائماً الأساطير والخزابان وحول المغرب مضحكة ومثورة للسخرية لأبعد المستويات فعلى كل المتابعين أنا أتمنى أنكم تنصروا هذه المسألة تداولوا على أوصى النطاق لكي نشحن مازال مخضوع بهذا الجهور ثومة بهذا الزن ضيق يشوفوا على حقيقته هذا يخرج في إداءة رسمية جزائرية لتطاول على المغرب وتطاول على الملك وتطاول على المغاربة من أفسد دولة موجودة على كوكب الأرض لها حضارة الجزائر الشركة المتابعين الكرام دعونا الأراضي لكم متسلقة ونشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل دائماً وأبداً لا غالباً إلا الله وعاشة المبنكة المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم